مساء الخيرات مشاهدين الأعزاء حلقة جديدة من بيت للكل اسمحوا لي في البداية ورحب بزميلتي العزيزة لانا مساء الخير يا لانا مساء النور شافكي وبابا سعيدة وانت موجودة بحس كده اللوانس بحس التكامل العربي بحس دي روح برنامج بيت للكل أكيد وأنا دايماً بحكي شافكي بأنه يا ريت هذا الشعور اللي احنا نشعر فيه لما نجتمع أربع دول عربية في برنامج تحس فيه الدول كلها بأنه كم التقالف والعربي والتكاتف والتعاون شعور جميل جداً وأنا بدي أشيد كمان أنه إحنا لما ندخل لمصر ولما ندخل لمسبير وعلى فكرة زياراتنا المتكررة أصبحنا جزء من المكان وكأننا ندخل التلفزيون الأردني الناس والمحبة المصرية فأنا بدي أشكركم على هذا الاستقبال هذا مكاننا أكيد هذا أكيد بيت وده البيت وهو ده مهية البرنامج الحقيقة وأنا متأكدة أنه شعوبنا العربية متكملة يعني الشعوب لما تلتقي بعيداً عن كل شيء فيه تكامل وتقالف ويا رب نكون إحنا جزء من يعني يعني إرساء هذه الرسالة الرائعة اللي بنقدمها إن شاء الله اليوم مشاهدينا نحن نتحدث عن اليوم العالمي للمعلمة مين مننا لم يتذكر مدرسه أو معلمه؟ ومين مننا لم يتعلم من معلمه؟ الكثير مننا تربى على أيدي مدرسين وخبراء في التعليم لا ننسى أبداً لا صورتهم ولا كلامهم ولا حتى الطريقة التي كانوا يقدمون بها المدة إذا كنا في المنزل أو وسط أهلينا يعلمونا الكلام المشي يطمأنون علينا على صحتنا ولكن يبقى المعلم يعلمك الحياة يبقى المعلم يشكل الوجدان بالعلم ويبقى المعلم يعطيك من شخصيته لتبقى شخصاً كاملاً من العلم والإتقال حقيقة مين مننا مش فاكر يعني أكيد أنت فاكرة مدرسين عندك كتير فاكرة مين مثلاً؟ يعني مثلاً أنا بتذكر أني كنت أحب مادة الإنجليش والتاريخ وأنا في المدرسة لأنني كنت أحب المعلمة اللي كانت تدرسني أهم للمادتين فكنت أنا أدرس مش علشان أحصل على العلامة كنت أدرس علشان أنا بحب المعلمة ما بديها تأخذ عني فكرة أني طالبة كسولة صحية فكم المعلم بيعطي دافع للإنسان بأنه يكون أفضل وما أحد فينا بينسب بأنه في حياته في معلم إما ترك له تجربة إيجابية أو ترك له تجربة سلبية لكن بغض النظر لا أحد يستطيع شافكي أن ينكر بأنه يمكن بناء إنسان أصعب من تشهيد القصور والجسور والأشياء الأخرى عم بيأسسه لمستقبل وأجيال فإحنا بنوجه تحية لكل المعلمين نتعرف إلينا أنا كان عندي اختلاف قوي يعني كنت يعني قبل ما تتخصصي يعني وإحنا لسه صغيرين مادة الكيميا كنت شطرة فيها جداً وكنت بحبها معادلات وسهلة مادة التاريخ يعني مش كنت شطرة بالصدفة ليه والدي أنا يعني قارئ نهم بشكل كبير فكان دايماً يطلعني على التاريخ ويحكي لي حكايات من التاريخ فبالتالي لما كنت أبقى في الفصل الدراسي والمدرس التاريخي يتكلم فيلاقي عندي معلومة فحصل ما بيني وما بينه تبادل فبقيت حاسة أنه فيه ربطة ما بينه وما بين والدي يعني بقيت حاسة أنه هم اللتين جزء من معلومة التاريخية فيظل المعلم الحقيقة علامة في الأزهان طول الوقت صحيح احنا منركز في حلقتنا كمان شافكي بأنه تقدير المعلم وقيمته شيء كتير كبير على الأسر وعلى الأهالي هذا البعد الأخلاقي والقيمي اللي لازم كل أسرة أيضاً مشاهدين من الأباء والأمهات بأنه نعزز قيمة المعلم عند أبنائنا وخاصة في ظل التطور التكنولوجي اللي أصبح الكتاب والمعلم ليس هو الباني والمرب الوحيد هناك مصادر كثيرة للتعلم فتبقى قيمة المعلم قيمة كبيرة لها الاحترام والتقدير أينما كان وفي كافة التخصصات أكيد اسمحي لنا الآن نذهب إلى فلسطين وإلى زمننا العزيز خنيس من هناك يوم الدولي للمعلم ولكن الظروف مختلفة في فلسطين هذا العام بالسنة الثانية على التوالي لا يمكن للمعلم الفلسطيني أن يحتفي بهذا العام كما جرت العادة فقدنا الكثير من المعلمين ومن المعلمات من أسرة التربية والتعليم في ظل هذه الحرب وهذا العدوان المستمر وكذلك ما يتعرض له المعلم على مدار السنوات الطوال في عمر الاحتلال الجاثم على صدور الشعب الفلسطيني من مضايقات واعتقال وممارسات همجية احتلالية ترجمة نانسي قنقر